شكرا معلقنا كابتن نهاب رجب إذن انتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 34.19 على منتخب كنوب رازافيل ألف مليون مبروكة لمنتخب المصري كالعادة يعني في المكان والمعاد المناسب والفوز دايما بيكون يعني من نصيب منتخبنا الوطني هرضي لك منتخب كنوب نتمنى أكيد للتوفيق فيما هو قادم الحقيقة شوت الأول انتهى فرق خمس أهداف لمنتخبنا القومي وشوت الثاني انتهى فرق عشر أهداف معنا كده الأداء تطور بشكل كبير جدا في الشوت الثاني برحب ديوفي اللي منورني للمرة الثالثة كابتن فوزي فضالي أهلا بحضرتك أهلا بي كابتن سامح لبيب أهلا بحضرتك أهلا بيك تايزي كابتن فوزي أكيد للفترة الثانية من وجهة نظري أنا المتواضعة يعني انه كان أفضل عرفش رأي حدك ايه يعني مين اللي كان أفضل مصر طبعا مصر كانت أفضل لبدليل التحافل احنا قلنا ان هما بدأوا يشتغلوا بطريقة معينة جربها في أول خمس دقايق طبعا كانت خلاص أنا قلت لو نجح انه هو يقفل الدفاع صح خلاص فانت عندك أول سبع ثمان هجمات بتحط أهداف الراجل رح وقت طايم اوت بعد خمس دقايق لأنه لقى ان الطريقة دي مش تقفلت خلاص فبدأ يلعب بقى عادي في الوضع العادي وان اند وان وهجم هو ستة ضد ستة فالوضع اختلف ده فرق معانا كتير وخاصة ان هما كمان استنفذت طاقته بس لازم نقول حاجة الحقيقة يعني أنا سعيد بأن المدرب في فرقة الكونغو عمل كده لأنه فقال ما كانش قدامه بدائل وعمل نتيجة كويسة لو لأنه يعني القطع الغيار اللي عنده برا لعبين اللي برا كفائتهم بعيدة قوي عن اللي جو يعني ده لو عنده 3-4 لعبين برا تقال كان ممكن يتعبنا اكتر من كده لكن مبروك منتخب مصر هارد لك منتخب الكونغو وان شاء الله اللي جاي افضل بإذن الله كابتن سامح رأي حددك ايه في الفترة التانية خاصة انت كانت فاوز يمكن حط ايده على بعض النقاط الفنية المهمة رأي حددك ايه كابتن سامح كابتن سامح احنا بين الشوتين قلنا ان عندنا مشكلة في التلاتات وقلنا اكيد ان هو هيعالج الموضوع دوت وفعلا نشيوت الثاني هو عالج موضوع التلاتات وابتده لعلب عليهم عالي من فوق كابتن لك هيربي اي لدي موضوع الفاس بيك هيفرق معنا اشتغلنا هو دة اللي فرق معنا جامد فنحن للنطريقة لازم نقابل وان عدد هناك شراسة في التلاتات وضا اللي حصل النشيوت الثاني وذا اللي خلنا نبقى اعلى ثلاثات الله في افريقيا الحكومات Иمان نحن لعبا الماتشات. هم عندهم ماتش جامد ماتش المفوط تونس. عندهم ماتش جامد ماتش أنجولا. دي الفرقة التقيلة. والرأس الأخضر إحنا شايفين نتائجها. دي فرقة جاية في الطريق. فعندهم بعد كده الدول اللي بعده دهت الماتشات جامدة. فاللعيبة بتكترس جودها لللي جاي إن شاء الله. أكيد كابت السامح. فأشكر حضرتك. وخلينا أقول لكم أنه طبعا بنبارك لمنتخبنا القومي لكرة اليد التأهل للدور الثاني. خلاص. بعد هذه المباراة كده المنتخب المصري لكرة اليد. عشان ما لا أخبطش بين كرة القدم وكرة اليد. تأهل للدور الثاني. واللي زعلنا في كرة القدم في كرة اليد بيفرحنا. منتخبنا القومي لكرة اليد ضمن التأهل وبنسبة كبيرة أول مجموعته. قبل ما يروح للمباراة التالتة مع الكاميرون. وهو ده منتخب كرة اليد. منتخب الكبار والعظام. وتايما بنقول دايما اللي بيزا عنا بكرت القدم تفرج على كرت اليد هتصلحك بشكل كبير جدا جدا وأكيد دي حاجة تسعدنا